بالأمس كان فيه مباراة مهمة لمنتخبنا الوطني أمام منتخب الجزائر مباراة مبارح كان بيترقبها الجميع وكان ينتظرها الجميع إنها كانت مباراة مهمة آه مباراة ودية لكن كانت واخدة طابع الرسمي دايما مباراة منتخب مصر مع الجزائر مباراة بتكون حلوة مباراة فيها كرة جميلة أيضا مباراة فيها ندية بشكل كبير نظرا إن الفريقين عندهم نجوم كتير أيضا مباراة كانت مقامة في مدينة العين الإماراتية شفنا مبارح تواجد جماهيري كبير جدا سواء من الجانب المصري الجالية المصرية وجماهير اللي بتشجع منتخب مصر وأيضا من الجماهير اللي بتشجع منتخب الجزائر ودي كانت صورة حلوة مبارح شفنا المصريين قاعدين جنب الجزائريين شفنا في السنين اللي فاتت كان فيه كلام دايما ببقى كتير بالسلب عن هذه المباراة لكن الصورة الحلوة بالأمس مبارح ولسه هنتكلم عن نواحي الفنية إن المشجع المصري قاعد جنب المشجع الجزائري وهي دي الصورة اللي احنا دايما بنعتد أو بنحب نشوفها في جميع ملعبنا هي دي الصورة اللي بتجمع دايما الأشقاء العرب ببعض بعد المباراة اللي بيفوز بنقول له مبروك الخاسب نقول له هارد لك ومبارح كانت مباراة فيها مكاسب كبيرة جدا قلت لحضراتكو البداية كانت من المدرج مبارح كانت استاد العين في الإمارات كان مكتز بالجماهير المصرية والجزائرية وكانت الروح حلوة ما بين الجماهير نروح بقى للجانب الفني مباراة مهمة المنتخب مصر في الأجندة الدولية قبل الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية عشرين اربعة وعشرين اللي هتوقام في كودفوار الأجندة الدولية المرة دي مختلفة مختلفة علشان مباراة كبيرة مباراة مهمة آخر الاستعدادات مبارح منتخب مصر وهو بيلعب أمام الجزائر وهو كامل العدد كان ليه الغلبة وكان ليه التفوق وليه السيطرة وكان ليه شكل تحس ان اللعيبة فيه تنظيم سواء دفاعي أو هجومي المباراة صعبت داخل الملعب بعد طرد محمد هاني وده انظر للعيبة هنا وانت داخل على مباراة مهمة لكن تجربة كانت مفيدة جداً لفيتوريا واللعبين انت معرض في المباراة الرسمية تلعب نقص واحد لكن جات لك في مباراة ودية ازاي النهاردة والمباراة صعبة أمام منافس قوي منافس ليه شخصية عنده من اللاعبين المميزين سواء في الملعب أو خارج الملعب ازاي النهاردة لعبة مصر وفيتوريا هيتعامل مع المباراة انبارح أجاد بشكل كبير سواء في التغييرات أو في توظيف اللاعبين داخل الملعب في البداية المباراة كان محمد صلاح بيلعب المنتخب 4-4-2 وكان محمد صلاح في الناحة اللجومية بيلعب رأس حربة تاني مع مصطفى محمد وكان زيزو هو اللي بيقفل ناحية الليمين لكن بعد الطرد محمد صلاح رجع مركزه ناحية الليمين وبدأ يشتغل في مساحة الميت متر عمر كمال نزل مكان زيزو الروح كانت حلوة في منتخب مص حتى بعد تغيير زيزو بعد 30 دقيقة وهي تغييرة اضطرارية للمدير الفني وهو خارج من الملعب زعلان ومتدائق لكن الروح حلوة بين اللعيبة عمر كمال نزل وقده بشكل مميز جدا ناحية الليمين منتخب مصر رغم النقص العددي كان لك منتخب لي شخصية وعلشان كده انبارح الناس بدأت تنظر لمنتخب مصر نظرة تفاؤل نظرة فيها امل للفترة اللي جاية كانت الفترة اللي فاتت كنا بنكسب اه لكن الادا ما كانش مقنع للناس بشكل كبير انك انت الناس كانت خايفة مع اول مواجهة قوية ممكن الادا يحصل فيه لكن انبارح قدر لعبة منتخب مصر ريفيتوريا يأكدوا للجمهور ان احنا عندنا جيل وعندنا منتخب محترم منتخب مصر وهو انبارح بيلعب نقص ادر يتقدم على المنتخب الجزائري بكرة عرضية من علي جبر ادر انبارح ادر منتخب مصر حمد فتحي انه يسجلها ودي ميزة حمد فتحي دايما في الكرات العرضية بيدخل بيدوس في التمنتاشر بيقدر يسجل حمد فتحي اللي بيمر بافضل فتراته الكروية سواء كان مع النادي الاهلي قبل الاحتراف او مع منتخب مصر انبارح واحد من اللاعبين المميزين اللي بيحرصوا عريم منتخب مصر محمد الشناوي